فوبيا الحب بقلم سهيلة هاشمي يقرأ عليكم محمد محسن أصبحنا نخاف تلك الكلمة الصغيرة البسيطة التي تتكون من حرفين متلاحمين متشابكين حتى تخالوا أنهما حرف واحد وسط مجتمع شرقي يجرم الشغف والمحبة كلاما وممارسة فما إن تنطق بكلمة الحب أو واحدة من مرادفاته حتى تجد نفسك تلاحق بنظرات عار أو شتيمة أما إن كنت شجاعا وقررت الكتاب أو الكراءة عنه أو حتى عيشه أمام الملأ فستصبح مزدبا حتى تنبس براءتك بتوبتك وعدم ردتك أصبح مصطلح الحب ضربا من الجنون أو الخيال فما إن تخرج شفاهك الحاء حتى تتهم بأنك غير واقعي تعيش في عالمك الخاص كونه أصبح مستحيلا لإعتراض وجوده حتى ولو كان يغلف روحك كاملة في عالم اكتسحته الماديات تعود بي فوبيا العشق إلى زمن يشبه زمننا من حيث الفوبيا إلا أن الكلمة المقترنة بهذه الأخيرة تغيرت فلم تلقى كلفا هياما عشقا وصبابة بل أصبحت حبا أو ما دون ذلك دون مغالات باستثناء بعض الحالات القليلة التي أصبحنا نسمع بها بين الألفين والأخرى عاد بي إلي حيث تلك القصص الجميلة والتي لم تتوج بالزواج في زل تقاليد الجاهلية التي تدعو إلى عدم تزويد العشق كيفما كانت نتائج هذا الفعل والذي غالبا ما تكون مأساوية بموت أحد الطرفين أو كليهما ولعل من أشهرها وأجملها وأحبها إلى نفسي قصة عروة وعفراء الحبيبين الذين أحب بعضهما إلى درجة الجوال غرام كلفهما حياتهما بعدما كان كل حياتهما عشق خالص جمع بين محبين مخلصين كزف بهما إلى الحياة الأخرى حيث لا ظلم ولا استبداد بالعاشقين مات عروة بعد زواج عفراء من رجل آخر وتتبعه هي بعد عدة أيام من الإدراب على الطعام وقد قال قبل وفاته بعدما اشتد عليه الضني والسدم تحملت من عفراء ما ليس لي به ولا للجبال الراسيات يا دان كأن قطاه علقت بجناحاها على كبدي من شدة الخفقان فوالله لأنساك ما هبت الصباة وما عقبتها في الرياح جنوبي وإني لتعورني ذكراك هزة لها بين جلدي والعظام دبيبي كل هذا وما زالت لعنة الحب الضائع تتبعنا إلى الآن ما زالت فبياه تمسك بالمجتمع وتسكن به فتجعله يعارض كل حاء وباء جعلته يعارض الجمال والحب لأن سمعته أصبحت فاسدة فلفق له كل فساد بدعوى الشغف وكل علاقة محرمة بدعوى الغرام وأصبحت ممارسة الحب كارينة ممارسة الرزيلة بعدما اكتسحتنا العولمة وأفرغت عقولنا وقلوبنا من ذلك المعنى السامي الطهر وعوضته بالطريقة الأوروبية الأمريكية فيري لامور فأصبحنا بين نارين مكف في صف المعتدلين أمة الوسط تهاجم من طرف الغلو وممارسة الحب الشهواني من جهة ومن طرف التطرف ونبز الحب كيفما كان من جهة أخرى أمة تناست أن الإسلام هو الصباق إلى تغيير تلك النظر الجاهلية وتنزيهه للحب من كل الشواء وإعطائه المعنى طاهرا يتجلى في قوله صلى الله عليه وسلم ما رأيت للمتحابين خيرا من اللكاح وغير مفهومه كاملا من شيء يستعر منه العرب إلى رزق وهو يتحدث عن أمنا خديجة قائلا إني رزقت حبها دين دعا إلى الحب في ممارسة شعائره فكيف لنا أن نخاف من دعوته التي شملت كل شيء ونغلو أو نتطرف بعيدا عن التقاليد والأعراف هناك من تتلبسه حالة الفوبيا من الحب من الرجال لا لشيء سوى أنه يخلق به حالة من الضعف اتجاه من يحب ويجعله مستكين الخاضعا بعدما كان يأمر وينهي فرجولته تمنع من الاعتراف حتى لنفسه بأنه يهيم صبابة كي لا يفقد قوامته حتى وإن كان مقترنا بمن يحب فتجد زوجته المسكينة تعاني ظنا منها أنه بارد الأحاسيس وهذا ما يقع في أغلب الأسر العربية الشرقية بصفة عامة ولن يتغير بين ليلات ودحاها ويبقى لجماليته تفرد خاص رغم عدم اعترافه الشفهي فقد اعترف وهو واقف قلق يطببها ويصهر على راحتها وهي مريضة قد اعترف وهو يلبي طلباتها ويعمل ليلة نهار بتعب كي يراها أجمل النساء حب وجد وما زال موجودا يغزي الأرواح اعترفت أم لم تعترف بوجوده فبدونه لن قردت البشرية منذ عقود مضت كتبت لكل رجل ومن أجل كل امرأة تريد الإحساس بحبك يوما قولا وفعلا فكيف تخيفك عزيز الحاء والباء وقد اعتدت أن تزأر في وجه الكلمات المركبة والجمل الطويلة أحب من أجل الحب الطاهر أحب رازق الحب أولا أحب الإله الأعظم لتفرشوا قلوبكم وتجعلوها سامية تعرف الطريق الصحيح نحو من يستحق الحب فتجعل الروحين روحا واحدة تعرفت فتآلفت تحت رابط تحفه الملائكة إن الغرام هو الحياة فموت به سبا فحقك أن تموت وتعذر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر